السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا حيهم اليوم منبساط غاوة واليوم نهاية الحظر حق كورونا وبدأت تكلم شوي عن نهاية حظر كورونا الحقيقة عرفت قيمة الحرية شوفوا كيف دخلونا في البيوت وجلسونا في البيوت من هنا وحاصرونا في البيوت كيف له حرب حقيقية نحن في نعمة ما يعلمها لفاته السمت الأرض من الأمن والأمان والحرية اللي كنا فيها يا رجل حلاقين منعونا منهم من كان يتخيل حلاقين تتقفل من كان يتخيل مطاعم تتقفل من كان يتخيل مولا تتقفل من كان يتخيل الطيران تتقفل من كان يتخيل النوحة مطر على المتلثة يا جماعة كورونا هذه غيرت كل قوانين الأرض اللي عشنا عليه أهل الصواريخ النووية أهل المدريشة أهل الخراط كله من تاو قدرة الله عجيبة صحيح أن الفيروس طوروه الناس يقولون أن الأمريكان طوروه وأرسلوه للصين والأمريكان يقولون لا أن الصينيين من الخفاش وما الخفاش ما علينا في النهاية نحن المتضرين نحن اللي خسرنا نحن اللي دفعنا بدل ضرائب نحن اللي زادت عن القيمة المضافة نحن اللي تبهذلنا يشعر في العالم ويمكن هم اللي استفادوا منها الدولتين الغنيتين القلق اللي حاصل الآن برضو رعب يا جماعة الخير الناس خافوا ومعاقمات وكمامات ولوحد ما يجسر مع مع الثاني وكورونا وكورونا يا جماعة أنا أتوقع الرعب هذا القلق يستمر معنا سنوات وهو موضوع بسيط كورونا بيننا وتجي لواحد يوم يومين وتروح بدون علاج بكل رياحية يعني بكل بساطة ما فيها ولا حاجة الحقيقة أنه خسرات مالية ضخمة حصلت لنا راح يمكن خمسين ولا ثمانين ألف خسر في الأشياء اللي حصلت المساجد اللي تباعدونا الواحد يدخل مسجد الآن هو خايف التباعد اللي حاصل ما كان لحد يتخيل المساجد تقفل ما كان إنسان يتصور باللي حصل أنه حصل كثير من الصناعات والتجارات اشتغلت الناس يفكرون الآن في المواقع الإلكترونية في البيع الإلكتروني في البنة التحتية حق الانترنت مراقبة الانترنت البكاء الصناعي الطبيب عن بعد التعليم عن بعد التسويق الإلكتروني كل هذا الفكر تغير خلال موجة كارونا بسيطة كل شي معاييرنا انتهت أفكارنا انتهت القطبين الرهيبين في العالم بدوا يصفون حساباتهم وحروبهم بطريقة جديدة الحرب القادمة كلها حروب فيروسية وحروب زي ما حصل الآن البنة التحتية اللي أنا أقول أن كارونا سببت مشكلة ضخمة بس عرفتنا على أشياء رهيبة لو بس الزواجات صارت مخفضة لو تجمعات والخراط والهياطة اللي كان موجود راح لو المشاكل اللي كانت حصلة والحروب وقفت الناس بدوا يعون التهديدات العالمية انتهت الناس جاعوا الناس فقروا اللي كانوا شغالين باليومية تعبوا نحن الحمد لله الدولة كانت تعطينا وتمتعنا بالروات ونحن جالسين في بيوتنا وقفتنا من أعمالنا بل اعتبرناها إجازة يعني توقع أن القادم سيكون هناك مجموعة من الأشياء ومجموعة من الحروب الجديدة اللي بتأثر تأثير كبير على حياتنا وعلى اقتصادنا حقيقة يعني من يقولها تخيلوا لو كان حرب كبر إيش بيصير إذن نقول كورونا هذه الفيروس الذي خلقه الله وطوره البشر لعب في الدنيا دخل بدون جوازات دخل بدون حدود عمل لعبة غير عادية في العالم لخبط أوراق السياسيين لخبط أوراق الاقتصاديين قد يكون وجهه مجموعة من السياسيين لأهداف معينة لكنه أحيانا قد ينقلب السحر على السحر أحيانا قد يتضرر الناس بدون ما يدرونش اللي حاصل إحنا تجيلوا فواد رهيبة اجتماعية بدون ما هم يقصدونها الله قدير والله عليم والله قادر والله سيسحى كل من يحاول لأذن البشرية الناس الضعفة هؤلاء إذن نقول كورونا له فيما بعد ورح نتعلم دروس كبيرة جدا أنه لن نثق في تجارة لن نثق في مطارات لن نثق في طائرات لن نثق في أشخاص لن كل شيء قد تتغير قوانين اللعبة في لحظات تنسف كل ناس ضاعوا شركات فلست شركات عالمية ازدادت وتضخمت هي المستفيدة من هذه هي الأساس في تصنيع مثل هذه الألعاب اللي بهذلتنا وتلك الألعاب الخطيرة اللي هو التعديل الجيني لبعض الفيروسات وتطويرها أسأل الله نظيما كان هذا الفيروس بسبب بشر أو بسبب ناس يريدون أن يضرهم في البشرية أن يجعلوا فين حورها وأن يجمعهم في ودي ليل في عمق جهنم وأن يخرجنا منها سالمين نحن الناس مسالمين نحن مسلمين نحن نود الخير للكل يجب أن نحتاط الأيام القادمة الحروب الفيروسية القادمة لأن الحرب الاقتصادية القائمة بين الدولتين العملاقتين هذا بدايته والله أعلم ما يصير إذا لازم نجهز أنفسنا ونتوقع شيء أكثر ونجهز بيوتنا تكون مريحة ونجهز اقتصادياتنا هذا والله أعلم أخوكم أحمد بدوي اليوم من بصاد غاوة